دكتور مبروك عاطية عنده حتة كده عصبية او غضبانة حتى كتير بترد على متصليك بالغضب ده او بالعصبية دي او بتختار النرف العالي هو من باب الحرص والحب واني انا ليا كلمة ولادي وتلمزيتي في الجامعة كلهم عارفينها وبيسمعوني دلوقتي انا عطول عمري معرفتيش اتكلم من مناخيري بتكلم من هنا واللي كان كلامه من قلبه الله يصدر عليه كالترخيره ان يعرف يتكلمه والناس يسمعه اما الكلام اللي هو من ترتيب في المناخير بقى لاي الحقيقة كانش صح كده والرأي كده يا كلام المناخير خايف ان يتكلمه كده ينام بعد الديتين اتنين ما يعرفش وجوبه ايه انه يتكلم من قلبه حاجة تانية وربنا ما بتبالش الى الكلام اللي من القلب حتى ان الذكرى باللسان سماه العلماء ذكرى الكذابين مع ان اللي سان بيقوب كلمات حلوة اوي حلوة اوي واسمها ايه كذاب كذاب يا خيشة كذاب كذاب يا خيشة ايه مبروك عطية بيحب يطلع على المسرح وممكن يبقى جواه فنان مسرحي صغير ايه المانع اياه موجود ايه المانع موجود لا مش موجود موجود حدتك قلت ممكن اعمل دور البراعي بتاع شاهد ما شافش حاجة اعمل دور اي حد في الدنيا بس يدوني مليون دولار لا مليون دولار وليل دلوقتي ده كانت صلبتهم ايه كانوا ساعتها باربعين مليون لا دلوقتي عشرة مليون دولار مثلا وديهم من الغلابة والمساكين مش هيزاق بضنينهم دولار واحد اه والله يروحوا غزة انا بحلب بالله العلي العظيم ومش هقول كلمة وحشة ولا اقول كلمة عيبة ولا حا ولا حتجاوز حدي من حدود الله دكتور مبروك بيحب انت شاطرة ونجمع معلومات كتيرة حضرتك تستاهل تستحق المذاكرة شكورك